اعزائي الطلبه اصعد الله اوقاتكم معكم رسال شوكه عدوي معلم الجغرافيا في مدهسة الريني الثانويه وسنقدم لكم اليوم درسا عن القطاعات المناخيه وقراءه الكليموغراف درس في معرفه المناخ القطاعات المناخيه طبعا من هنا يجب علينا بالبدايه تعريف ما هو المناخ وما هو الطاقس وما الفرق بينهما طبعا المناخ هو عبارة عن مجمل اللواهر المناخية في معدلها السنوي وطبعا المناخ لا يتغير يوميا او شهريا انما المناخ هو عبارة عن صفات ثابتة لمنطقة معينة تمتاز بصفات معينة تم تحديدها من خلال قياسات طويلة تمتد على اكثر من 30 سنة في مجال قياس درجات الحرارة وتوزيعها السنوي وكذلك ايضا كمية الامطار وموسم سقوطها هذين العاملين والمركبين الاساسيين الهمين جدا في تقرير نوع المناخ لكل منطقة ومنطقة على الكلارضية بينما الطاقس هو عبارة عن الاحوال الطاقسية والمناخية اليومية التي تسود منطقة محدودة معينة خلال فترة زمنية قصيرة وقد يتغير الطاقس خلال اليوم الواحد ممكن الصبح يكون الطاقس ماطر ما بعد الظهر او في المغرب يكون لا ممكن تهب برياح الصبح وتهدأ ما بعد ذلك فالطاقس هو متغيق والاحوال الطاقسية تتغير عنا لانها عبارة عن مميزات متغيرة خلال فترة زمنية قصيرة ومن هنا يكمن الفرق بين المناخ اللي هو الثابت والمميز لمناطق واسعة من الكرة الارضية ذات صفات معروفة محدودة في مجالين اثنين على الاقل وهو الحرارة والامطار الرواسب على جميع انواع طبعا نسميها الرواسب احنا بينما الطاقس هو الحالة الجوية اليومية التي تميز منطقة محصورة صغيرة من حيث المسافة فترة زمنية قصيرة امامنا خارطة فيها القطاعات او الاقاليم خلينا اسميها قطاعات مناخية او اقاليم مناخية من هو كلمة اقليم مناخ فالكرة الارضية اللي قدامنا مع القارات اللي فيها استاذ السبعة فيها تقسيم لانواع المناخ اللون الاحمر واللون الظهر اللي على يمين من تحت بسموه مناخ تروبي او مداري مداري يعني عندنا ماطر وفيه هناك الغابات المطيرة او الغابات والادغال الكبيرة جدا اللي هي نسبيا قريبة من خط الاستواء واللي بضمها ايضا بضم من خلالها التروبي هو المناخ الاستوائي المحيط بخط الاستواء اللي له مميزات هام جدا اللي هي درجات حرارة مرتفعة مع كميات امطار هائلة وكبيرة جدا اللي بالاخر طبعا ادت الى نمو ما يسمى بالغابات المطيرة او الادغال والغابات الكثيفة جدا على طرفي خط الاستواء في الكرة الارضية اللون اللي لك اللي هو قريب من المناخ الاستواء مناخ السفانة المدارية ما تسمى يقل طبعا حرارة واقل امطارا النوع الثاني هو المناخ الصحراوي العربة اللي هو شبه الجاف بسموه وهناك المناخ باللون الاصفر اللي هو عبارة عن المناخ الصحراوي الجاف ايضا كلاهما هو صحراوي ولكن هناك العربة او شبه الجاف وهناك الصحراوي الجاف جدا وهي ايضا موجودة في قطاعات سوف نتكلم عنها من حيث انتشارها ومن حيث وجودها على الكرة الارضية المناخ اللي هو شبه المداري سوبتروبي فيه هناك اللون الاخضر اللي هو مناخ حوض المحر المتوسط المعتدل في حرارته في امطاره وفيه عندنا ايضا شبه المداري الماطر اللي هو اكتر مطران والي هو بميز بالذات اوروبا بشكل خاص اللي هو اكتر مطران واقل حرارة بمعدل سنوي من عنا وهناك المجموعة الرابعة المجموعة الزرقاء لون الازرق زي ما شايفينها هي المناخ المعتدل مموزاق بسمه او معتدل اللي هو معتدل مع صيف حار ومعتدل مع صيف بارد ومعتدل مع صيف او بارد كل ايام السنة مش بس بالصيف طبعا اذا بالصيف بارد طبعا في باقي ايام السنة بدي يكون بارد اللي مناطق سايبيريا ومنطقة الاسكا وشمال كندا هاي المناطق اللي هي المعتدلة الباردة ولكن هناك مناطق اكثر برودة من هذه المنطقة اللي هي الواقعة في شمال الكوى الارضية وفي جنوبها حيث القطبين القطب الشمالي والقطب الجنوبي وهو ما يسمى بالمناخ القطبي على القطبين القطب الشمالي والجنوبي وهناك منطقة بسموها توندرا اللي هي عبارة عن الغابات الإبارية الواسعة جدا في منطقة شمال سيبيريا في منطقة شمال ألاسكا في منطقة جرينليند وهناك أيضا المناطق اللي فيها الجليد هو السيد الموقف هناك هو السائد في هذه المناطق المناطق اللي هي جليدية وعندنا كمان باللون الغامق أكثر بعض الجبال العالية اللي هي قد تكون مغطة أيضا بالفلج هاي هي عبارة عن انتشار المناطق المناخية على الكرة الأرضية شو العوامل اللي بتميزه الناطق المناخية أو الأقرار المناخية شو اللي بقررها بالأساس عوامل عالمية طبعا هون هي زاوية الإشعاع وشدة هذه شدة الإشعاع اللي بيصل للأرض وطبعا الزاوية كل ما كانت قريبة من الزاوية القائمة تكون كمية الحرارة والإشعاع أكبر ليش أكبر؟ لأنه المنطقة المعرضة لهذا الإشعاع إذا كانت الزاوية زاوية عامودية بتكون منطقة صغيرة فكل الأشعاع تتركز على منطقة صغيرة بينما إذا سقطت زاوية الإشعاع بزاوية حادة زاوية حادة فهذه الأشعاع أو الحرارة ستنتشر على مساحة أوسع مما يؤدي إلى انخفاض في درجات الحرارة فعمليا زي لما أنا أجيبكم مثال بصير جدا أنتوا إذا بتلاحظوا بطارية الإيد إذا بمسكها أنا إذا بنزلها دغر إلى تحت على الأرض بتضوع قد فتحت البطارية بكون ضيها قوي جدا لكن إذا بمسكها قدامي بشكل مش عمودي إنما بزاوية حادة فضيها بفرش على مساحة أكبر بس حندته وقوته بتكون أقل هيك بالضغط بصير مع الكرة الأرضية ومع الإشعاع خط الإستواء مش بالصدفة كمية الحارة بشكل عام فيه عالي لأنه في معظم أيام السنة زاوية أشعة الشمس الساقطة عليه هي تتراوح بين تقريبا 66.5 درجة ل 90 درجة مش أقل من ذلك مش أقل من ذلك ليش القطبين متجمدين لأنه زاوية الإشعاع على القطبين الشمالي والجنوبي في أكبر زاوية هي 23.5 درجة أكبر إشي وأقل طبعا بتكون سفر يختفي الشمس عن القطبين 6 أشهر بالسنة عشان هيك المنطقة باردة متجمدة دائما في كل أيام السنة فإذا زاوية الإشعاع هي زاوية مهمة في تقرير درجة الحرارة على سطح الكوة الأرضية ودرجة الحرارة عمليا هي من أحد المركبات الأساسية هي من مركبات المناخ هي اللي بتقرير تجاه الرياح وضغوط الجوية وكمية الرواسم ونوع الرواسم والغيوم وما إلى ذلك هي مهمة جدا عسان هي مركب أساسي في المناخ مش البعد عن الشمس بعض الأرض عن الشمس أستاذ أقول لكم شاغلي أنه حتى في الشتاء الشمس قريبة علينا أكثر من قربها بالصيف رغم ذلك بالشتاء عندنا الحرارة أقل في حوالي ثلاثة مليون كيلو الفرقية البعد بين الأرض والشمس بين الشتاء والصيف يعني بالصيف بالعكس الشمس بعيدة عنها حوالي ثلاثة مليون كيلو متر رغم ذلك الأشعاء والحرارة عالية ليه؟ لأنه اللي بيقرر هو زاوية الإشعاء مش القرب أو البعد عن الشمس اللي هو كمان عنصر مهم ولكن مش بالأهمية تاع زاوية الإشعاء العمل الثاني هو عبارة عن نظام الضغط الجوي العالمي شو يعني الضغط الجوي أستاذ؟ الضغط الجوي هو عبارة عن وزن عمود الهواء النازل من طبقات الجوي العليا أعالي الأتموسفيرة إلى سطح الأرض والعامل على مساحها قدرها سنتمتر مربع واحد قدرش وزن الهواء يعني اللي هو واقع سنتمتر المربع من أعالي الأتموسفيرة للأرض على سنتمتر المربع هذا اسمه الضغط الجوي ضغط الهواء فإحنا كل ما طلعنا لفوق هذا العمود بقل إذا الضغط الجوي بقل وكل ما زلنا لا تحت أكثر كل ما كبر هذا العمود ووزنه زاد عشان هيك الضغط الجوي بزيد يعني عملية لما أنا بنزل من القدس على البحر الميت بشعر بنية فيهن نوع من الضغط ليه؟ لأنه وزن عمود الهواء زاد لأنه البحر الميت أقل من القدس بحوالي 1200 متر القدس 880 ارتفاعها البحر الميت 435 تحتي السفر تحصل في البحر يعني 880 مع 435 حوالي 1200 1300 متر أنا بنزل لتحت فهذا بزيد من وزن عمود الهواء إذن الضغط الجوي هو الضغط عمود الهواء والضغط الجوي على كل أرضي مختلف لأنه الارتفاعات مختلفة ولأنه كمان الضغط الجوي أستاذ هو كمان ناتج من حرارة الهواء كمان له تأثير جدا على الضغط الجوي الحرارة اللي برضو العامل أساسها هو الإشعاع فالضغط الجوي ليش مهم؟ لأنه الضغط الجوي هو اللي بقرر شبكة الرياح العالمية أستاذ يعني شبكة الرياح أي رياح تهب من أي منطقة إلى أي منطقة اللي بقرر هو الضغط الجوي لماذا؟ لأن الرياح عبارة عن هواء متحرك ما الذي يحرك الهواء؟ اختلاف الضغوط الجوية ما الذي يؤدي اختلاف الضغوط الجوية؟ درجة الحرارة ما الذي يؤدي اختلاف الضغوط الجوية؟ درجة الحرارة هو عبارة عن زاوية الإشعاع ما بين سطح الأرض وبين الشمس إذن الضغط الجوي هو عبارة عن عامل جدا مهم جدا أساسي في تقرير المناخات العالمية لأنه هو اللي بيأدي إلى تقرير اتجاه نوع وصفات الرياح العالمية بنسمع مرات إحنا بكتل هوائية ورياح عالمية ومنخفضات جوية ومرتفعات جوية كلها هاي إلها صلة إلها علاقة بالضغط الجوي واللي بيسيرها هو الضغط الجوي أنا بديش أطول وأفصل في المادة أكثر لأن الضغط الجوي اللي بيقرر إلنا عاملين برجة الحرارة اللي هو بسموه الضغط جوي حراري والضغط الجوي الدينامي اللي هو برضو عبارة عن الحركة للرياح من خطوط العرض المرتفعة إلى خطوط العرض المتدنية لما الهواء بيجي من منطقة صغيرة وبينشر على خط الاستواع على مساحة أكبر حتى لو كان بارد يكون هناك منخفض جوي مش مرتفع جوي على سبيل المثال المناخات الموجودة اليوم أستاذ عندنا من ناحية الأهمية العالمية عندنا مثلا المناخ الاستوائي والمناخ الاستوائي سميها بالاستوائي لأنه هو على طرفي خط الاستواء وخط الاستواء هو عبارة عن خط عرض سفر الذي يحيط بالكرة الأرضية واللي طوله حوالي أربعين ألف كيلومتر أربعين ألف كيلومتر طول خط الاستواء يقطع عدة قارات أو بحيطات طبعا هو اللي بيجي منص الكوة الأرضية لأنه هو خط عرض سفر تسعين خط عرض شماليه حتى القطب الشمالي تسعين خط عرض جنوبيه حتى القطب الجنوبي إذن هذا المناخ يمتد بالقرب من خط الاستواء على طرفي خط الاستواء بيش بيمتاز بيمتاز بكمية كبيرة من الإشعاع على مدار العام ليش لأنه هو جاي منص الكوة الأرضية وزاوية أشعة الشمس علي تتروح من تسعين إلى ستة وستين ونص الزاوية دايما هي زاوية عالية لما الزاوية عالية فهو بأخذ أكبر كمية حرارة كمية الكبيرة من الإشعاع على مدار السنة طبعا كان بالسيف ونكام بالشتاء لا يوجد تقسيم إلى مواسم فيش فيه مواسم إنما فيه مطر على مدار السنة دايما في عندنا مطار فيش عندنا موسم من الأمطار واحد على مدار السنة هناك تسقط أمطار غزيرة جدا بالذات غزيرة كثير في منطقة خط الاستواء أكثر المناطق تقبلا للأمطار هي منطقة خط الاستواء وهناك درجات الحرارة أيضا تتروح بين 15 ل 25 درجة مئوية على مدار العام مش طبعا في موسم معين على مدار العام بين 15 ل 25 فيش هناك مناطق متجمدة فيش هناك مناطق اللي فيها الحرارة صفر أو فوق الصفر شوي أو تحت الصفر مش موجودة ولا فيه هناك حارة جدا أربعين وخمسين درجة كالمناطق الصحراوية طبعا لا بيش بمتاز هذا المناخ؟ هذا المناخ بمتاز بالغابات المطيرة الغنية بالنباتات والحيوانات النباتات الغابات المطيرة أو الأدغال اللي احنا بنسميها زي ما بيين بالصورة هون أشجار كبيرة أو هائلة جدا في ضخمتها في ارتفاعها في فروعها مع كثير من النباتات حولها مع كثير من الحيوانات اللي بتعيش كمان في هذه البيئة النباتية الغنية جدا بالحرارة والأمطار والنباتات والغذاء لذلك هي منطقة جدا مهمة محليا وعالميا ومهمة جدا مش بس للدول اللي موجودة فيها مهمة جدا للعالم كونه هي عبارة عن الرئة بتاعت العالم كله المزودي بالأكسوجين واللي بتاخد كمية CO2 بتخفف من التلوير من الغازات لذلك هذا المناخ مهم جدا المناخ الصحراوي أستاذ هو مناخ يتميز بكونه جاف قليل الأمطار يعني أقل ماكسيموم 200 مليمتر بالسنة وأقل وفي مناطق لا تشهد الأمطار إلا يمكن كل بضع سنوات مرة في الصحار الجاف جدا زي الصهارة في شمال أفريقيا إذن بالإضافة إلى كون كمية الأمطار قليل جدا هناك أيضا درجات حرارة مرتفعة خلال ساعات النهار وفي الصيف طيب الصيف حار جدا والحرارة مرتفعة جدا خلال ساعات النهار لأن الشمس الساقطة على هذه المنطقة فيش أي جسم يخفف منها لا غيوم ولا غبار ولا أشجار ولا أي شيء اللي يخفف من حدة أشعة الشمس إذاك فالحرارة هنا هي عالية جدا وقد تصل إلى خمسين درجة مئوية خلال ساعات النهار في الصيف تتراوح درجات الحرارة الكبيرة بين النهار والليل والشتاء والصيف طبعا بتكون كبيرة وها بسموه التفاوت في درجات الحرارة التفاوت في درجات الحرارة يعني بين الليل وبين النهار فرقية الحرارة كبيرة وبين الشتاء وبين الصيف فرقية الحرارة كبيرة يا ترى ليش في النهار الأرض مكشوفة لأشعة الشمس بتسخن بشكل مستمر خلال كل ساعات النهار الأرض والهواء يتقبل الحرارة ويتقبل الإشعاع ولكن خلال ساعات الليل كل الحرارة اللي الأرض امتصتها وأخذتها تعكسها في ساعات الليل كلها ترجع في ساعات الليل وفيش أي جسم بالهواء زي غيم أو غبار أو شيء أو رطوبة اللي يقدر يرجع هاي الحرارة والأشعة ثانية إلى السطح لذلك الصحارة في الليل هي باردة وفي بعض الصحارة في العالم قد تصد درس الحرارة إلى سفر أو تحت السفر في ساعات الليل مش لأنها ماطق باردة هي صحراوية ولكن بسبب خسارة الحرارة في ساعات الليل لأنه عدم موجود لا غطاء نباتي ولا غطاء من البنايات والمدن ولا هناك في عنا رطوبة ولا في عنا غيوم اللي تخفه من الأشعة المنعكسة من سطح الأرض إلى أعلى لذلك تبرد خلال كل ساعات الليل هي في استمرار بالبرودة حتى تصل إلى ساعات ما قبل الفجر بمرات باردة تحت السفر قطاع الصحارة العالمية قطاع الصحارة العالمية أستاذ موجود على طرفي خط الاستواء على المدارين على المدارين اللي هندي بين خط 20 و 30 شمال خط الاستواء وبين 20 و 30 جنوب الخط الاستواء هاي المنطقة بسواء منطقة المدارية ليه المدارية؟ لأنه بهاي المنطقة بالشماء عندنا مدار السلطان 23 و 30 شمالا ومدار الجدي 23 و 30 جنوبا على أطراف هذين المدارين تمتد أكبر الصحارة العالمية في العالم اليوم الصحارة زي صحراء المملكة العربية السعودية جزيرة العربية ما نسميها شبه جزيرة سيناء في هذه المنطقة النقب يقع في هذه المنطقة العرفان العربي سهل العربي يقع في هذه المنطقة هناك أيضا صحراء السهارة الصحراء الكبرى ما تسمع وهي أكبر صحراء في العالم أستاذ مساحتها 9 مليون و 200 ألف كيلو متر مربع قد مساحة الولايات المتحدة تقريبا كلها منطقة صحراوية هذه الصحراء في شمال أفريقيا تبتد تقطع حوال 11 دولة وفي مناطق اللي فيها رمال متحركة في مناطق اللي الإنسان لم يصلها بعد يعني مناطق صحراوية في مالي في النيجر في تشاد في ليبيا في جنوب الجزائر جنوب المغرب الصحراء الغربي مصر وجنوب تونس قليلا هذه الدول تقريبا قسم من السودان هذه المناطق هي تقع ضمن ما يسمى صحراء السهارة أو الصحراء الكبرى ما تسمى أضف إلى ذلك صحراء كاليفورنيا والصحاري الكثيرة جدا المتواجدة في مناطق عديدة في العالم صحراء أستراليا صحراء فيكتوريا الكبرى صحراء في تيكساس كالهاري ونميب في أفريقيا السنورة في المكسيك الشيواوا في المكسيك صحراء جوب في آسيا صحراء تار قرقون في توركمانستان الكثير من الصحاري الموجودة في هذا النطاق اللي إحنا منسميه نطاق الصحاري العالمية المناخ شبه الاستواء القريب من الاستواء اللي هو مناخ حوض البحر المتوسط ما يسمى تهطل الأمطار فقط في موسم واحد في السنة اللي هو فصل الشتاء اللي هو موسم سقوط الأمطار بينما الصيف حار وجاف ليس حار كثيرا جدا إنما هو حار جاف عديم الأمطار موسم واحد لسقوط الأمطار يعتبر من أكثر أنواع المناخات راحة بالنسبة للإنسان لأنه طبعا مريح في حرارته وفي كمية الأمطار ونوعية السقطة الجو مش ثلج مثلا ولا برد إنما هي الأمطار وأمطار خفيف في بعض الحالات ويشكل 2% من مساحة سطح الكرة الأرضية وين موجود هذا المناخ حوض البحر المتوسط أو مناخ البحر المتوسط هو حوض البحر المتوسط طبعا دول محيطة بالبحر المتوسط بالإضافة إلى ذلك منطقة كاليفورنيا الواقعة في غرب الولايات المتحدة على الشاطئ الغربي للولايات المتحدة الشاطئ المحيط الهادي وكذلك في جنوب غرب أستراليا وجنوب غرب أفريقيا هذه المناطق التي تتمتع بمناخات شبه استوائية اللي هي مشابهة لمناخ البحر المتوسط لين نشاهد فيلما قصيرا عن هذا المناخ لمدن تقع ضمن مناخ حوض البحر المتوسط صفات تل افيف كاثرين في الجولان القدس حيفا بينما مثلا يروحم وديمونا وبير السبع لا تقع هذه المدن ضمن ما يسمى بحوض البحر المتوسط هون بحكي لنا عن الكليموغراف اللي هو أداة لتلخيص المناخات هذا الكليموغراف اللي هو بميز مناخ حوض البحر المتوسط طلعه صيف هذا في صفات الصيف هو جا فيش مطر الكليموغراف أستاذ هو رسم بياني إلو ثلاث محاور المحور اللي تحتاني هو عبارة عن ااا الأشهر طلع عليه من شهر واحد اثنين لشهر اطنائش أوكي اذا بطلع على المحور اللي الشمالي هو بدلني على كمية الأمطار بالمليمتر من سفر لمية وثمانين كل شهر هاي الاعمدة الزرقة هي عبارة عن كميات الامطار الساقطة في كل شهر من اشهر السنة المحور الخالج هاد هو عبارة عن درجات الحرارة المئوية سيلزيوس من سفر لثلاثين في كل شهر فمنشوف انه احنا الخط الاحمر مع النقاط الحمراء هو عبارة عن تغير الحرارة خلال اشهر السنة من شهر واحد قديش كانت في شهر واحد حوالي ثمان درجات في شهر ديتسمبر اللي هو شهر اتناعش عشر درجات في نوفمبر 11-15 في اكتوبر حوالي عشرين درجة وهكذا اربعة وين العمود هذا الازرق هو عبارة عن كميه الامطار التي تسقط في شهر شباط في بروار مئة وعشرين مليمتر مئة وعشرين مليمتر هاي كميه الامطار اه درجات الحرارة مثلا طلع هون في شهر اه ماي خمسة 23 درجة مئوية يعني دايما الخط الاحمر تاع الحرارة باخذ المقياس تاعه المحور اليميني اه والعمدان الزرق هاي الخضره باخذ المقياس تاعها المحور الشمالي اللي هو المليمترات تحت عندي الاشهر شو اللي بميز المناخ حوض البحر المتوسط اذا بنشوف احنا هون طبعا فيه هون هون زي التمرين بنقدر نحله احنا فيه ما بعد شمال البلاد مثلا هو عبارة عن منطقة اللي بسودها مناخ حوض البحر المتوسط كميه الامطار في الشمال كبيرة كميه الامطار فيه صفة اكثر من تل افيف طبعا اه حوالي 720 صح بكمية الامطار في الشمال كبيرة كمان في تل افيف 520 يعني فيه صفة كمية المطر اكثر من تل افيف وهذا واضح من خلال ايش خلال رأس منبياني انا مش من عنده يجبته طلعوا على راس من بيانه يبين اذا بقيس كل العمدان هاي بين صفه وبين ترجه يطلع كمية المطر هي عمليا اكثر نفس الشي بالنسبه للحراره نفس الشي في الشمال وطبعا اقل حراره كمان ممكن يكون الصيف حامي وهكذا انا بقدر عبي بكل هاي التمارين من خلال الاستعانه بالرسم البياني اذا بطلع هون حسب الكليموغراف اشهر الشتاء بسقط فيها مطر كل ايام السنه طبعا لا مش في هنا في اشهر الصيف مثلا في شهر ايار حزيران وتموز وقاب تقريبا فيش عنا امطار في هذا الشهر هذا المناخ اللي موجود في الرسوم البيانيه طلع عليه اللي على اليمين طبعا هو عباره عن حوض الوحى متوسط كذلك الشتاني بس هون احنا عملية الاشهر من تحت خربطناها فامه نفس تقريبا نفس المناخ سنخرج الى استراحة قصيرة ثم نعود لاكمال هذه المادة عن القطاعات المناخية موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 كليموغراف اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اللي فيه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الهواء كليموغراف كليموغراف الكمالي كيموغراف كليموغراف لهذا اشتركوا الشهر وهذا اشتركوا فيه هذه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة